النظافة هوايتها والتقاط القوارير وبقايا ثياب الملقات في المياه وجرها إلى ضفة النهر لعبتها المفضلة أربعة كلاب من سلالة جاك راسل حولت غريزة الصيد واللهو إلى موهبة غريبة ومفيدة دفعت مالكتها لمشاركتنا هذه التجربة الفريدة تذهب آن نشتبينكا مع كلابها الأربعة إلى جسر الضفة اليسر عدة مرات في الأسبوع هذه كارمن المشرفة العامة على أعمال التنظيف وهذه ريتسا وكايمين وميجور بمجرد أن تطلق صراحها تقفز في الماء وتبدأ على الفور البحث عن غايتها الكلبة كارمن ذات السنوات الست تقدم في كل مرة مثالا للبقية مالكتها دربتها على الغوص منذ كانت جروة صغيرة في البداية تبحث وتتحسس بأطرافها وعندما تعثر على شيء تغوص وتسحبه إلى الشط لا تبتعد الكلاب عن الضفة بحثة عن القمامة لكنها أحيانا يمكنها أن تغطص بعمق كاف لتجد غايتها كما هو الحال في سباق التتابعة تتوالى اكتشافات الجراء غالبا يخرجون الزجاجات والبلاستيك وأحيانا أشياء أخرى سترات وأحذية وكرات وأشياء غريبة أنا لم تدرب كلابها على هذه العادة تقول أن جاك راسل يمتلك هذه المهارة في جيناته المرة يرقبون بدهشة أفكر باقتنائها للمساعدة بأعمال البيت كل ما تسحبه الكلاب إلى الشط تجمعه المالكة في أكياس وتتخلص منه إنه لأمر رائع أن تدرب الكلاب على سحب القمامة من الماء هذه مساعدة كبيرة لنا معهم لا نحتاج للإبتلال بالمياه ترعي أن برودة التقسي وصحة حيوانتها الأليفة لذلك لا تخرج في التقسي البارد لأنها تعرف أن ولع الكلاب بالماء ومحبتهم لهوايتهم أقوى من إحساسهم بالبرودة وهي تحميهم من ذلك